دخلت الأزمة السياسية العراقية نفقا مظلما وسط التطورات التي أدت إلى تعقيدات تدخلت فيها صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الأحزاب الكبيرة المتنافسة تواجه صعوبات كبيرة في الاتفاق على صيغة محددة لإجراء الانتخابات المبكرة وقد جاء في تقرير موقع المونيتور أنه بالرغم من أن المجموعتين الشيعيتين المتنافستين التيار الصدري والإطار التنسيقي الموالي لإيران قد وافقت على الانتخابات المبكرة إلا أنهما غير متفقتين على التفاصيل وفي معرض التفاصيل فأن نور المالكي زعيم دولة القانون رفض إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان بدون الرجوع إلى البرلمان ذاته مخاطبا مقتدى الصدر بالرجوع إلى النصوص الدستورية واتهامه ضمنيا بالتجاوز على الدستور وكان زعيم تير الصدري مختدى صدر دعا في الثالث من آب خلال مؤتمر صحفي مختصر إلى انتخابات مبكرة وبعد هذه الدعوة أعلن معظم الزعماء السياسيين الشيعة من الإطار التنسيقي وحتى المستقلين موفقتهم على إجراء الانتخابات المبكرة ويقول التقرير أن هذا ليس بالأمر السهل وأن ذلك سيعود بالعراق إلى أصل المشكلة التي حصلت بعد انتخابات أكتوبر 2021 ومع ذلك فإن مسعى الإطار الموالي لإيران في تشكيل حكومة من دون الصدريين يقودها محمد شيعة السوداني الشخصية القريبة من المالكي جعل الصدريين يعتصمون بالبرلمان لإيقاف الإطار من تشكيل الحكومة المنتظرة وإذ ما جرى تنظيم انتخابات أخرى فأن ذلك سيأخذ العراق مرة أخرى إلى بداية المشكلة حيث الصدر يريد حكومة لحكومة أغلبية والإطار يريد حكومة توافقية ولن يسمح أي طرف منهما بتشكيل الحكومة لوحده يضاف إلى ذلك الخلاف حول قانون الانتخابات والمفوضية العليا وطريقة العد والفرز وفق كل هذه المعطيات يبدو أن الصراع والخلافات تزاد ضراوة بين القطبين الشيعيين من خلال تمسك كل طرف بمطالبه ففي أحدث تصريح لصدر رمى الكرة في ملعب القضاء مطالبا إياه بحل البرلمان في غضون أسبوع مؤكدا أن حل البرلمان لا يحتاج لعقد جلسة برلمان ليحل نفسه وغير منحصر بذلك وأشار إلى أن كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد لن ترضخ لمطالب الشعب بحل البرلمان وطلب المعتصمين أيضا باستمرار اعتصامهم وتقديم شكوى إلى القضاء ضد البرلمان بخصوص تجاوز المهل الدستورية ثم طلب الصدر رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة فيما دعا الإطار التنسيقي مجلس القضاء إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التي تريد القفز على القانون والدستور بعد دعوة الصدر وفق ما نقلته وسائل إعلام عراقية ووفق مراقبين فإن الصدر وضع كل من مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمهورية والإطار التنسيقي الموالي لإيران أمام الشعب بشكل مباشر أما المخارج والحلول فقد باتت تتلاشى على ما يبدو